شوف يا عالم يا ناس شوف هاي الناس التعبانة هاي الناس اللي جاي يتواجهها ولادها في العراق وقرب أسوار السجن من الخارج معتقلون لكن بسجن أكبر جدرانه صرخات أبنائهم في الداخل وإتاوات الضباط والمحققين والانتهاكات التي ترتكب ضد ذوي المعتقلين مشهد صادم لعشرات النساء والأطفال وهم يفترشون الأرض في ساعات الليل الأخيرة بانتظار مقابلة المعتقلين من ذويهم في سجن التاجي شمالي بغداد يتكدسون على أبواب السجن بعد رحلة مجهدة وأمامهم رحلة أكثر ألمة فقد تكون الزيارة هي اللقاء الأخير بالمعتقلين بالنظر إلى توابيت الموت الخارج من هناك يوميا المعاملة القاسية وطوابير الانتظار يقول ذوي المعتقلين إنها جزء يسير من فاتورة معاناة طويلة تبدأ من السيطرات الحكومية وصولا إلى الأموال التي تدفع لمدراء السجون والضباط وليس انتهاءا بالقضاة أصحاب أحكام الإعدام والمؤبد ومن هذا يمكن فهم حديث الكثيرين أن الموت في العراق أرحم بكثير من الاعتقال في سجون الحكومة والميليشيات منظر لم يكن ليحدث في أكثر دول العالم إجراما خصوصا أن الضحية هنا من النساء والأطفال فأين من ملأ الشوارع بوعود حفظ كرامة العراقيين وصون آدميتهم عن هذا يتساءل الكثيرون وإذ بلغت العملية السياسية المأزومة في البلاد أعلى درجات السوء كما يقول العراقيون فإن أركانها لا يتحرجون من المتاجرة بكل مآسي الناس وقضية المعتقلين على رأسها فالمحافظات المنكوبة كانت مسرحا لعرض سياسي قدته الأحزاب المتنافسة على السلطة بوعود جمة أبرزها إخراج المعتقلين وإقرار قانون العفو العام وهذه وتلك من الوعود الزائفة لم تعد تلقى أصداء لدى المتلقي لكن ما يلفت نظر السياسيين في السجون هو أعداد المعتقلين ممن يحق لهم التصويت هذا فقط لا غير أما صور النساء والأطفال على أبواب السجون في ليل العراق الطويل لن تجد لها مكانا في بيانات الحكومة التي تدعي حرصها على حقوق الإنسان والحال يغني عن المقال لتفنيد هذا الادعاء أعلى هم أعلى هم أعلى هم